وصلت تورين ومتأخر بسبب القطار والحين من تجهين للملعب وأعتقدت معهم ومن وصلني في الوقت المناسب إن شاء الله قبل ما تبدأ المباراة أعذرونا وما صورنا قبل مدينة كانوا من أفتراب أن نصورها بس إن شاء الله نعوفكم بتصوير البلعب والمباراة وصلنا لأليانز ستاديوم يوبنتز ستاديوم أكثر الفرق الإيطالية تحقيقا للألقاب محليا واحد من أحدث الملاعب في إيطاليا يوبنتز اللي كان الفريق السباق في إيطاليا بفكرة إن شاء ملعب حديث وعصري وخاص فيه مب كما جرت العادة تابع للبلدية لا الملعب متابع مباشرة للنودي ها ها أشمع صراخ ما حتسجل يلا نلحق ونشوف إن شاهدت دل بيرو دايما تسعدني دل بيرو؟ أنا كم قلد البيرو البيرو باجيو واحد من أساطير إيطاليا الملعب صراحة والمنشأة حديثة ورائعة عكس أغلب ملعب إيطاليا اللي خراس أكلها اللهر عليها وشرب وهيا بنا ندخل إلى دافل ملعب اليوبنتوس موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيغفر لك الرب ان شاء الله طبعا هذي منطقة المكزون في يوفي ستاديو قناة بطبي بياضية سكاي سبورت مجلة الدوري الايطالي الكيب الفرنسية وكل الصحفة اللي موجودة والوسائل الاعلام المختلفة صراحة احمد صبري طبعا المتابع الدوري الايطالي عارف احمد صبري اغلبكم تعرفونه واللي ما يعرفه اعرفكم عليه الزميل الاعلامي الصحفي الرائع احمد صبري احمد تناسيرا تناسيرا منصور منور ايطاليا وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان انا عارف ان انت عامل شغلة عظيم على السوشيال ميديا حبيبي يا الله يطول عمرك احمد من الاشخاص اللي كانت كنت على تواصل مستمر معهم قبل لوصل ايطاليا في هذه الرحلة وما قصر شكرا يا احمد ما يخليك ده انتو تمر منصور منور دايما ايطاليا حبيبي طيب احمد صراحة صراحة انا الانطباع الاول اللي خدت عن ملعب اليوفي هو يعني ملعب مختلف تماما عن كل ملعب ايطاليا وانت انت مريت ملعب كثيرة وبتخسر يعني تحديدا في ايطاليا صراحة يعني مريت فيها هو اخلى ملعب في ايطاليا رغم ان في ملعب تانية ممكن تبقى احسن لو اتطورت وتغيرت مثل زي سانسيرو مثلا سانسيرو استاد عظيم جدا لكن استاد قديم جدا الفاسيليكيز بتاعته قديمة جدا ما تحسش ان هو مواكب للعصر النهائي لكن استادي يوفينتوس لا استادي يوفينتوس مختلف تماما استادي يوفينتوس تحس فعلا انت في قدن راحت وعشرين تحس ان انت فعلا سنة 2022 كل الفاسيليكيز متطورة جدا الاستاد مؤهل ان هو يعني الاستاد المفروض ان هو مفتتح بقى له اكتر من 10 سنين بقى 11 سنة لكن هو مؤهل ان هو ما تحسش نوع قديم بقى اقل لمسة وبقى اقل لتطوير وبقى اللي سيانة الاستاد بيبقى حاجة عظيمة واضيف على كده كمان طريقة ادارة يوفينتوس للاستاد الموضوع مش بس المكان ومش بس الفاسيليكيز انت شفت النهاردة من ساعة مجينة طريقة الاستقبال وطريقة التعامل كل واحد عارف دوره الناس هنا للأقصى درجة ده بتساعد ان انت تحس بالمكان دخول ثالث دخول ثالث وفي ناس موجودة شغلتها ان هي تساعدك في كل حاجة عشان كل حاجة تطلع زي ما الكتاب بيقول فبالتالي انت حاسس بدا انت ممكن يبقى فيه مكان مش وحش قوي او فيه امكانيات معينة انت بش قادر تحس بيها بسبب الهرجلة وسوق التنظيم والمعاملة غير الاحترافية لا يوفينتوس بصراحة مختلف تماما في النقطة دي وده احساس بييجي حتى لو انت زورت الملعب مرة واحدة بتحسه من انطباع من اول زي ما بيقوله في مصر كتاب بيبمن عنوانه طيب احمد انت موجود هنا عايش في ايطاليا وانت صحفي يعني تتجول فيه مكان مختلفة وتعرف كثير من المصادر الايطالية شو قصة ملعب الانترو ميلان اللي صارنا ممكن عشر سنوات او اكثر قصة طويلة جدا واحنا نسمع ان الفريقين بيروحوا لملعب جديد هم فيه كلام على انه هم ينقلوا لمكان اسمه موضوع طويل جدا ملخصوا انهم عندهم اختلاف مع البلدية حوالين مستقبل للملعب ده مشاكل كتيرة جدا سواء اختلافات في وجهات النظر او مشاكل من حيث البيروقراطية ومن حيث العقلية القديمة والاستضام بقوانين عقيمة عفى عليها الزمن هو موضوع كبير جدا ملخصوا ان مشاكل كتيرة جدا هم دروقتي بيقول احنا ممكن نروح سيستو سيستو ده مكان بره ميلانو انا تصوري ان ده مش هيحصل لانه هو في الملعب انت هدفك دايما من الملعب في العصر اللي احنا موجودين في ده ان الملعب ما يشتغلش يوم الماتش بس انت دايما محتاج الملعب شغال على مدار الاسبوع عشان تقدر تجيب ارادات وتجيب داخل النادي وده واضح حوال في يوفنتوس مثلا على سبيل ان بيسال الستاد بس في تسع مطاعم المكان بتاع سيستو القيمة المالية ليه اقل يعني لو هو عايز يأجر حاجة هيأجرها بعشرة مثلا لكن لو أجرها في المكان الحليل سانسيرو ودفة تتأجر بخمسين وستين وسبعين وبنية زين هم مدركين لهذه الامور كلها لكن ليش التأخر لان هم عندهم اختلاف كبير جدا يعني خاصة احنا نشوف ونسمع ان الملاك يضغطون سواء ملاك انتر او ملاك مين اختلاف واضح جدا مع البلدية مع مدينة ميلانو المالكة لسانسيرو واللي هي حتمنحهم بعض الموافقات تهديدات واضحة جدا كلام كتير جدا متضارب ما حتش عارف الازمة يخلص عليه انت زي ما انت قلت موضوع ده بقى له سنين موضوع ده محدش يعرف موضوع ده يخلص على انتر هي ازمة كل يوم بتصحى على فصل جديد فيها موضوع معقد في اطراف كتيرة جدا الناس كان بتتكلم يوفينتوس لما قرر ان يبدأ في استادو سنة الفين وستة ان كله حيبقى وراب الزات الاندية الكبيرة زي ميلانو اللي حصل ان يوفينتوس عنده استادو مفتتحه من 2011 بيلعب عليه اهو زي ما احنا شايفين وعادي جدا والامور طبيعية بدأ اودينيزي بدأ اتلانتا حتى ساسولو بدأ ان هو يبقى استاد ما باي عنده حق انتفاع ليه لكن ميلانو انتر رسا متأخرين روما كمان عنده نفس المشكلة الموضوع للأسف في ايطاليا محتاجين اعادة سيغة للقوانين العقلية محتاجة تتغير محتاجين يغيروا حاجة كتير جدا انا مثلا رسليني المثال عشان تعرف قد ايه هم مبعاد جدا للأسف رغم ان الكرة الاطالية فيها حاجات عظيمة انا كنت في ملعب بنتجو دي ملعب فيرونا لحد النهاردة فيه اللوجو بتاع كسر عالم 90 يا الهي لحد النهاردة موجود على بعض البوابات يا الهي كسر عالم 90 كسر عالم بقاله 32 سنة موجود اللوجو بتاعه بقاليات قديمة جدا الاستادات في ايطاليا وعلى فكرة دي من ضمن المشاكل اللي عاملة مشاكل مالية للاندية لان مروح الاستاد في ايطاليا مشوار تقيل مشوار صعب وبالتالي مش سهل ان انت تاخد القرار وتاخد اسرة وتروح اتعد قاعدة صعبة تبهدل وبالتالي هم لأ محتاجين ثورة فكرية قبل اي حاجة ثورة فكرية اروح نكمل الامباراة والى النقاش بقية يلا اشتركوا في القرارة والمشاكل اشتركوا في القرارة والمشاكل موسیقا اشتركوا في القرارة والمشاكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن بالنسبة للملاعب اللي في ايطاليا هذا الملعب متفوق بشكل خيالي وبسنين ضوئية عن الملاعب الأخرى ملعب يناسب قيمة وحجم زعيم البلد وان شاء الله نشوف الفرق الثاني الكبير اللي في ايطاليا انتر ميلان ومالاتسيو كلها تحذو حذوة معنا من 2011 هذا الملعب مفتوح وما شفنا الا يمكن الدونيزي ساسولو اللي فتحوا ملاعبهم الخاصة لأن البنية التحتية في ايطاليا تحتاج إلى عمل صراحة عوما مبروك ليفنتس الفوز ولكلهم مسجعينه ديربي ايطاليا مرة أخرى بعد مباراة السوبر بعد الديربي الأخير اللي كان في الدوري مباراة ثأرية صراحة ليفنتس ومباراة زاقي عليك كفتن انا محباً أنت تستمتع وأنني اللي كانت تستمتع كيف تستمتع مرحباً كيف تستمتع انا بخير خرزمان حسنا نعم نعم ترجمة نانسي قنقر